السلام عليكم والسلام بكم في فيديو جديد على كنوات i my phone من الضروري جدا اللي انت لو بتستخدم الواتساب تاخد نسخة احتياتية من المحادثات الموجودة عندك على تطبيق الواتساب عشان ممكن في اي وقت تتحزف من عندك المحادثات دي هتفقدر اللي انت تعملها استعادة مرة تانية من النسخة الاحتياتية اللي انت احتفظت بها وعشان كده في فيديو النهاردة هشرح لك تريدين تقدر من خلاله من انت تعمل نسخة احتياتية لمحادثات الواتساب على جهاز الايفون او على جهاز الكمبيوتر الجزء الاول عمل نسخة احتياتية للواتساب على الاي كلاود لو انت بتستخدم جهاز ايفون وعندك مساحة كافية على الاي كلاود هتدخل كده على تطبيق الواتساب وبعد كده هتدخل على الاعدادات وبعدين هتنزل تحت النوات وتدخل على الدردشة بعد كده هتدوس على نسخة احتياطية للدردشة وتبدأ لانت تاخد نسخة احتياطية لمحادثات الواتساب عندك على الاي كلاود وبالشكل دوت انت كده خدت نسخة احتياطية لمحادثات الواتساب عندك على الاي كلاود ولكن انت لو الاي كلاود عندك المساحة بتاعتك مش كافية او مستخدمة بالكامل ومساحة بيانات محادثات الواتساب كتيرة ومش قادر لانت تاخد نسخة احتياطية على الاي كلاود ومعندكش مساحة كافية زي كده تقدر اللي انت تعمل نسخة احتياتية على جهاز الكمبيوتر وده الجزء الثاني من الفيديو الجزء الثاني عمل نسخة احتياتية للواتساب على الكمبيوتر كل اللي عليك عشان تقدر اللي انت تاخد نسخة احتياتية من محاسات الواتساب على جهاز الكمبيوتر وتحتفز بها هتحمل برنامج i transfer for whatsapp من الرابط اللي هاسبولك تحت الفيديو في الوصف هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر تقدر من خلال البرنامج دوت اللي انت تاخد نسخة احتياطية او تحتفظ بنسخة احتياطية من محاسات الواتساب او اللي هو الواتساب الاعمال او تطبيق لين او تطبيق الواتساب جي بي او تطبيق واتساب الزعب احنا الوقت بنستخدم تطبيق الواتساب اللي هو العادي هنختار كده تطبيق الواتساب وبعد كده هنختار من النوات عمل نسخة احتياطية هيطلب مننا البرنامج اللي احنا نوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل USB بعد ما هنوصل كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هيظهر عندنا هنا على البرنامج هندوس على عمل نسخة احتياطية هيبدأ كده البرنامج انه يفحص البيانات الموجودة على تطبيق الواتساب عشان ياخد لك نسخة احتياطية واحتفاظ لك بيها على جهاز الكمبيوتر هتستنى كده لحد ما ينتهي البرنامج من اخذ نسخة احتياطية ولو انت عامل رمز دخول على جهاز الايفون هتبدأ ان انت تدخل رمز الدخول بالشكل دوت وهيكمل كده البرنامج بقى الخطوات وبكده انتهى البرنامج من اخذ نسخة احتياطية من محادثات الواتساب وكل البيانات اللي هي بداخل محادثات الواتساب فيه صغر فيديوهات فويز كل دوت هتلاقي البرنامج اخذ لك منه نسخة احتياطية واحتفاظ لك بيه عندك على جهاز الكمبيوتر تقدر دلوقتي تدوس التحقق من موقع النسخة الاحتياطية عشان تعرف مكانها عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح لك كده فولدر بمكان النسخة الاحتياطية موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر بالشكل دوت وتقدر في اي وقت بعد كده اللي انت تعمل لها استعادة لو دست على استعادة بالشكل دوت هيريد لك كده النسخة الاحتياطية الموجودة على جهاز الكمبيوتر هتختار النسخة الاحتياطية وبعد كده هتدوس على استعادة وبكده تقدر اللي انت تحتفظ بالنسخة الاهتياطية دي عندك على جهاز الكمبيوتر لفترة طويلة وتقدر كمان من خلال البرنامج دوت لو انت حبيت اللي انت تغير جهازك الايفون دوت لجهاز اندرويد او لجهاز ايفون تاني تقدر برضو اللي انت تنقل المحادثات من خلال البرنامج دوت هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصفة اتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو عجبك وما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي